عندما تفتح السماء يعني دايماً منلاحظ أنه فيه عمل فيه تغيير فيه شيء بيحدث وهذا يعني اللي عاوزين نأكد عليه يعني حتى في صفر رؤية أربعة واحد يعني يحنى شاف السماء مفتوحة وبعدين الجالس على العرش دايماً جعلته أمامك باباً مفتوحاً فربنا بيفتحها يعني مش بتبع الإغلاق ولا تبع فعلاً التعييد ولا إحنا اللي منعقد كل هذه الأمور يعني إحنا فيه أمامنا دقائق معدودة وإنت ذكرت عن السماء المفتوحة سواء في العهد القديم في العهد الجديد لو حبيت تربط كل الموضوع في بعضه إيه الرسالة كخادم وكراعي اللي عاوز توصلها للناس اللي بتشاهدنا نفسي أقول لكل حد بيشاهدنا السماء مازالت بتفتح لي وليك والرب مازال بيتكلم لأنه جزء من انفتاح السماء أنه أسمع صوته فاعرف فكره وأعرف اللي في قلبه وإحنا محتاجين قوي ده وقت أصوات الأرض مرات تخدعنا وكثيرة ما تكون كاذبة وبتضل حياتنا أنا محتاج أسمع السماء بتقول إيه والرب لأنه بيحبنا جدا مازال بيفتح السماء فوقية ويكلمني بطرق متنوعة ويعلن لي ما في قلبه بس محتاجين كأنه عايز أسمع ده عندي أشواء أعرف السماء بتقول إيه لا أنجارف مع أصوات الأرض لا أتأثر زي استفانوس كده ما عمل ما برفع عينه كأنه عايز أرفع عيني من على المنظور ويقوله أنت بتقول إيه إيه اللي في قلبك إيه اللي عايز تقوله لي وصوت السماء بيغير فكري وبيخانيها تحرك بطريقة مختلفة وبيقويني جدا الصوت الإله بيخاني أقف على أرض صلبة قوية حتى لو العيان بتحداني بس الرب بيقولي ما تخافش أنت زي بولس مثلا أنه ينبغي لك أنتقف أمو كيسر العيان بيقول إيه في أعمال سبعة وعشرين العيان بيقول خلاص أنت زعى أخيرا كل الرجاء في ناجات هنا السفينة خلاص ضيعها وهيموت لا رجاء لا إنقاذ بس الرب بروح داخل بصوته يعنل من السماء لبولس تخافش أنت ينبغي لك أن تقف أمو كيسر وهبتك جميع المسافرين معك مش يحصل خسارة غير في السفينة طب وده عمل إيه اللون بقى تعالوا كله أنا عايز بتنبسته طب ما فيش حاجة تغيرت في الواقع آه بس صوت السماء عمل جواه رجاء عمل جواه إيمان امتلب السلام شاف الصورة بطريقة مختلفة بيحصل تغيير كبير لي لما بس تقبل السماء بتقول لي يعني العيان بتحداني بس السماء بتشجعني وبتعلني أمور عظيمة وكمان بتشفي حاجات مثل أخبطة جوايا وبتمتع ببركات السماء وأنا على الأرض حضور الله زي ما قال بقى يعقوب أنه هذا هو باب السماء هذا هو بيت الله أختبر حضور الله ممكن دي يحصل في قطي مستفانوس حصل معهم بيرجموه نعم في أي مكان أستطيع أن أختبر السماء المفتوحة اللي بتعن لي المجد اللي بتعن لي البركة اللي بتعن لي النصرة بتعن لي المعونة بتعن لي أن فيه أمور عظيمة الرابع بيقدها لحياتي فبتخدني في حتة تانية مختلفة تحدث تغييرات وزي ما حدك قلت فيه عمل بيحدث نتيجة انفتاح السماء فيه نقلة بتحدث فيه تغيير بيحدث نتيجة انفتاح السماء اشتركوا في القناة